فهنا بقول لك المرفض كان محمد داني اللي بيدخل تعالى مان بص فهنا كل لعيبة نفتح الفريم شوية قبل ما تلاقي بالحسين الشاحات عاوز اجيب الفريم الكبير بص هنا يا كريم هيلعب الحسين الشاحات بص كل لعيبة مودر الفيوتشر قفلة كل حاجة على النادي الهلي ومحمد داني اللي كان بيحاول يخدش في النص ومران عاطية واحمد نبيل كوك فهنا هحل لك الموضوع البساطة الشديدة هنزل حسين الشاحات في نص الملعب اول ما الكرة تلاعبت شو نكمل بقى الكرة بسرعية عادي حسين الشاحات هيستلم الكرة علي معلول امطلع طبعا تخطى الرجل اللي بيدغط عليه بص بقى هنا النادي الاهلي لحظة بقى قبل ما ترجع تتلعب لامام عشور شوف بقى كريم الحركية اللي موجودة عند النادي الاهلي عشان كده بقولك النادي الاهلي نهارده بقى فريق شبه فرق الدوري الانجليزي في خروج بالكرة قبلية امام عشور نزل استلم الكرة نقصت ليه مورانا عطية ام حسين الشاحات بص بحسين الشاحات هيوتهم لجوه هيطلع لمين هطلع الناحية التانية عند بيرسي تاو بيرسي تاو هيجا يرقص واحد على واحد الكرة هتتلعب ولكن اتقطعت من النادي مودرن فيوتشر فانت بتتكلم شوف خروج النادي الاهلي بالكرة تعالوا نتفرج على الكرة دي برضو نفس الكلام مورانا عطية مقفول عليه ومقفول على احمد نبيل كوكا مين اللي هينزل كريم حسين الشاحات ومين اللي هيتحرك يا كريم بعد كده احمد نبيل كوكا حسين الشاحات خد الكرة برضو في العمق وهيلعب لمين لكهرابا اللي كان قابلها في الكرة لابلاها بيرسي تاو وقام لعبها لحسين الشاحات عشان يجيب النادي الاهلي فمعناها ان الجن مش صدفة الجن متعاد من لعب النادي الاهلي نفس الكلام هنا برضو في الدياربعة واربعين بص احمد نبيل برضو حسين الشاحات تاني في العمق وهيلعب الكرة لبيرسي تاو فهي محفوظة مش عارف أطلع بالكرة من تحت حسين الشحات هيسيب الطرف هينزل لي في النص هياخد الكرة هيطلع لي الأطراف أو يلعب لي الكرة في دار الدفاع هو ده مارسل كولر هي دي الأشكال المختلفة هو ده محمود شاك والله شطر قوي الله يخلي جاك فطبعا النادي الأهلي بتذاكر بشكل كبير جدا والراجل عارف كده كويس فلازم يعمل شكل وأناط مختلفة وهو ده اللي شفناه النهاردة من عند النادي الأهلي بصراحة شوط أول كان ممتع بشكل كبير جدا من النادي الأهلي